يبدو أن الرئيس السوري بشار الأساد بات في ورطة كبرى فرسالة حاسمة وغير مسبوقة وجهتها أنقرة للنظام السورية حيث حملت بعضاً من الانتقادات والأوامر فما الذي يحدث؟ يبدو أن تركيا ضاق بها الخناق من تصرفات النظام السورية بشأن مسار العملية السياسية في سوريا فمع مواصلة أنقرة إطلاق تصريحات مهمة حول الملف السورية خرج وزير الخارجية التركي هاكان في دان ليوجه رسالة حاسمة للنظام السورية ورئيسه بشار الأساد فبلهجة حادة انتقد المسؤول التركي الطريقة التي يتعامل فيها النظام السورية مع مسار العملية السياسية في سوريا وتعنته ومواصلة وضعه العراقيل أمام جهود التوصل إلى حل شامل ينهي الأزمة المستمرة فالوزير التركي بدأ تصريحاته بالقول أن بلاده لا تخجل على الإطلاق من إجراء اجتماعات ومباحثات مع نظام بشار الأساد من أجل التوصل لحل وبحث للمشكلات القائمة وطالب المسؤول التركي النظام السوري بضرورة مراجعة نفسه وطريقة تعاملهم مع المبادرات ومسار الحال السياسية في سوريا حيث ألمح الوزير التركي إلى أن بشار الأساد ونظامه السوري غير قادرين على اتخاذ قرار بلادهم وحدهم حيث يلجأون إلى طهران وموسكو من أجل اتخاذ معظم قرارات سوريا وفق وصفه وطالب الوزير التركي بشار الأساد بضرورة تقرير بعض المسائل بنفسه في حال أراد خلق أجواء إيجابية وتحسين علاقاته مع دول الجوار والمضي قدما في مسار العملية السياسية في سوريا ووجه فيدان رسالة تحذيرية للأساد حيث قال إن العملية السياسية في سوريا تبدو مجمدة وتركيا تعلم جيدا بأن النظام السوري سعيد بهذا الأمر لكنه أوضح أن الأساد في ورطة كبيرة بذات الوقت وأكد المسؤول التركي على أن نظام بشار الأساد لم يتخذ أي خطوات إيجابية من أجل خلق بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ولا خطوات بما يخص مسار اللجنة الدستورية فيدان تطرق أيضا إلى موقف بلاده من الملف السوري في الفترة الحالية حيث قال إن أنقرة ستستمر في اتفاق أستانا كما ستسعى لمحاولة منع أي صراع بين النظام والمعارضة وستحاول تركيا الحفاظ على التوازن مع كل من طهران وموسكو بخصوص التعامل مع تطورات الأحداث على الساحة السورية وبينما تسعى أنقرة لتحقيق تلك المعادلة فإنها ستطلع في الوقت ذاته لإنشاء بيئة مستقرة حيث ستكون فرصة لمختلف الأطراف للتواصل إلى حل سياسي دائم في سوريا